هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليونس ابن ضبيان فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة هذا يعيدني إلى سورة المدثر إلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة وما بعدها فما لهم عن التذكرة معرضين لماذا يعرضون عن الحق التذكرة هنا الحق إنها ولاية علي فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ماذا يقول أئمتنا في تأويل هذه الآيات وتفسيرها أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 736 في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين الرواية عن إمامنا الصادق وهي طويلة تبدأ في صفحة 734 رقم الحديث السادس إمامنا الصادق يقول بصدد هذه الآية فما لهم عن التذكرة معرضين قال صلوات الله عليه يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين فما لهم عن ولاية أمير المؤمنين معرضين مثل ما قال صاحب الأمر يخاطب أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فما لهم عن التذكرة معرضين الصادق يقول يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش هذا الحمار البري هذا الحمار المخطط الأسود والأبيض كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد فالقسورة هو من أسماء الأسد قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا هذا كلام إمامنا الصادقي وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق إذا ما سمعوا بذكر علي في التشهد الوسط هو الأخير فإن أصحاب العمائم في الصلاة أتحدث عن الصلاة فإن أصحاب العمائم سينفرون طهّع الله عظم ما هم حمير كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بالتذكرة معرضين قال يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق ما هو هذا الذي كان يخبرنا به السيد علي الحسني البغدادي عن طه نجف وكيف نفر حينما قال قائل من أن صاحب الأمر سيظهر في عصره هذا هو حاله هذا هو حال مراجع النجاة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل وحق الحسين هكذا ينفرون من حديث العثرة لقد رأيت هذا بعيني رأيت هذا بعيني في بعض المجالس في بعض المحاضرات في قم وفي غير قم لكنني أشير إلى بعض المجالس في قم كنت مشاركا فيها كنت متحدثا فيها الذين سبقوني بالحديث قالوا وقالوا أرى الجلاسة لا يطرأ على حالهم شيء لكنني حينما أقف وراء الميكروفون وأتحدث خصوصا حينما أوجه حديثي باتجاه البراءة وباتجاه بياني مطاعني أعداء علي وآل علي أو أنني أصرح بلعنهم في بعض الأحيان أرى اضطرابا على وجوه المعممين غير المعممين أبدا أرى ارتياحا على وجوههم أصحاب العمائم يقوموني يحوصون يغيرون من جلستهم أو يخرجون إلى خارج المجلس أو يفرقعون أصابعهم أو يغيرون اتجاه عمائمهم أو يفعلون شيئا لا يتحملون ذلك أنتم تعرفون أكو دودة دودة تبدأ تشتغل وكذا حين أوردوا الروايات التي تتحدث عن مقاماتهم الغيبية هم لا يجرؤون أن يعترضوا علي لأنهم يعرفون سلاطة لساني ويعرفون قدرة العلمية على المحاججة وعلى ذكر النصوص والمصادر ومباشرة سأذهب إلى القرآن وسأذهب إلى مفاتيح الجنان وسيفضحون أمام الناس لكنني أرى الأذية واضحة عليهم أنا أعرف ذلك أعرف أن الدودة بدأت تشتغل إنها دودة المرجعية الرشيدة هذه دودة الرشيدة لأننا ورثناها كابراً عن كابر من مرجعيتنا الرشيدة من دودة الطوسي وإلى يومنا هذا كأنهم حمر مستنفر ما هم حمير حمير يصيبهم النفور من البراءة الواضحة ويصيبهم النفور من الولاية الواضحة والله جربت هذا عشرات المرات لا أقول مرة واحدة ولا مرتين في واقع أصحاب العمائم سود الله وجواه وهذا حالهم في النجف أيضاً ما هي القضية أساساً ليست من قوم الدودة نشأت في النجف ومن هناك يصدرون الدودة إلى مختلف أنحاء العالم مجاناً مجاناً يصدرون الدودة مجاناً يسرقون أموال الشيعة ويقدمون لهم الدودة مجاناً هذا هو الذي يحدث في واقعنا الشيعي تبرأوا من هذه الدودة تبرأوا يا أيها الشيعة من دودة المرجعية الرشيدة تبرأوا من هذه الدودة الصادق يقول فما لهم عن التذكرة معرضين يعني بالتذكرة ولا يتأمير المؤمنين وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحاق مثل ما يقول السيد علي الحسن البغداد كذلك هم العلماء كبار العلماء هكذا ينفرون من صاعب الآمر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة إلى هين نحن ذائبون أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة أنتم المضحكة أنتم أنتم المسخرة أنتم أنتم الشيعة المسخرة الذين تشاهدون البرنامج وخاطبكم أنتم يا أيها الشيعة المسخرة إلى أين نحن ذاهبون نذهب إلى فاصل